وصلت ثورة الربيع التركي مداها بعد قمع المحتجين المناهضين لسياسة رجب أردوغان أكثر من قتلين وعشرات الجرحة راحوا ضحية المواجهات مع قوات الأمن ونحو ألف محتج تم اعتقالهم من ذن دلاع الربيع التركي ولا تزال دعوات إسقاط نظام أردوغان وإقصاء قادة الشرطة في أنقرة وإسطنبول ومدن أخرى تلح في الأفق بسبب استخدامهم العنف ضد المتظاهرين النقابات العمالية في تركيا أعلنت انضمامها إلى المتظاهرين في كل أنحاء البلاد في حين اعتقلت الشرطة خمسة وعشرين شخصا بتهمة التحريض على الثورة وهو ما تسبب بشلل المؤسسات الحكومية رابطة حقوق الإنسان التركية ذكرت أن أكثر من ألفين وثمانمائة متظاهرا جرحوا في الاحتجاجات غير أن أمريكا هذه المرة شددت حدد خطابها تجاه تركيا حين طالب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة التركية على احترام حقوق المعارضين السياسيين ويبدو أن مستقبل أردوغان بات قاب قوسين أو أدنى بعد أن فشل كثيرا في سياسته أمام شعبه ونجح كثيرا في تبنيه ما يسمى بالربيع العربي ترجمة نانسي قنقر